قال سكان في قطاع غزة إن دبابات إسرائيلية توغلت أكثر في المنطقة الغربية لمدينة رفحة الفلسطينية خلال واحدة من أسوأ ليال القصف الجوي والبري والبحري ما أكبر العديد من الأسر على الفرار من منازلهم وخيامهم في الظلام وذكر السكان أن قوات الاحتلال الإسرائيلية توغلت باتجاه منطقة المواصي القريبة من سحل البحر والتي تصنف على أنها منطقة إنسانية في جميع التوجيهات والخرائط التي نشرها الجيش الإسرائيلي منذ أن بدأ هجومه العسكري على رفحة الفلسطينية في مايو وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنها توصل ما أسمته بالعمليات المحددة الأهداف والمستندة إلى المعلومات الاستخبارية في رفحة الفلسطينية مضيفة أن القوات عثرت أمس على أسلحة وقتلت مسلحين فلسطينيين في اشتباكات من مسافة قريبة